مع بروز ملامح استراتيجية المواجهة الشاملة للنفوذ الإيراني في المنطقة ككل لا سيما في العراق وسوريا ولبنان تخشى إيران أن يكون حسم الملف اليمني حرباً أو سلماً بوابة البدء بالتنفيذ الفعلي لتلك الاستراتيجية ما يفسر لجوءها إلى دفع ميليشيا الحوثي إلى التصعيد وخلط الأوراق باستهدافها السعودية بالصواريخ الباليستية وفيما كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بارتن غريفث يقوم بجولته الاستكشافية لمزاج الأطراف المعنية بالملف اليمني عمل الحوثيون على الدفع بالتوتر إلى أخصاه من خلال تسريع إطلاق الصواريخ المهربة إليهم من إيران باتجاه الأراضي السعودية وأدخل الحوثيون عمل توتر إضافياً بإعلانهم مؤخراً عن استخدام الطائرات المسيرة في استهداف أراضي السعودية حيث أعلنت تحالف العربي بخيادة السعودية مؤخراً تدمير طائرتين دون طيار أطلقت هما ميليشيا الحوثي بالتجاه جنوب السعودية لاستهداف مطار ومنشأة مدنية واعتراض ثلاثة صواريخ باليستية في أجواء السعودية أحدها فوق العاصمة الرياض ويشكل التراجع الميداني الكبير للحوثيين بالتزامن مع استئناف الأمم المتحدة لتحركاتها على محور الحل السياسي في اليمن ضغطاً مضاعفاً على الميليشيا الخاضعة لإيران والمجبرة على الاستجابة لمتطلباتها وتنفيذ مخططها الذي يقوم بشكل أساسي على إطالة الصراع والتوتر والإبقاء على اليمن بؤرة ملتهبة على حدود المملكة العربية السعودية وخلال الأيام الماضية خسر الحوثيون مساحات شاسعة من الأراضي التي يحتلونها من البيضاء جنوبي صنعاء إلى تعز والحديدة على الساحل الغربي لليمن إلى نهم التي لا تبعد عن العاصمة سوى 50 كم وتمثل بوابتها الشرقية ومع تراجع القدرة على السيطرة على الأرض يصبح التسعيد عن طريق القصف عن بعد باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المهربة من إيران خيارا مثاليا للحوثيين وتخشى إيران أن ينساق الحوثيون إلى هزيمة عسكرية ستكون بمثابة هزيمة لها أمام السعودية بقدر ما تخشى إيجاد حل سياسي للملف اليمني يغلق بؤرة التوتر التي بذلت جهودا كبيرة لفتحها داخل الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر